اخيراً أصبح لدى مدينة لايبسيك نصب تذكري للموسيقار غشاط فاغنا وفي الموعد المحدد أي بعد قرنين من وفاته النحات شتيفان بالكنهول يشعر بارتياح لأنه وفق في إنجاز عمل يعتبر تكريماً للموسيقار فاغنا وليس تأليهاً لشخصه إنه تمثال عصري مقام فوق قاعدة للفنان ماكس كلينغا إتمام عمل بدأه شخص آخر مهمة غريبة في حد ذاتها فمثل هذا الأمر لا يتكرر كثيراً وأتمنى أن أكون قد نجحت في إنجاز عمل يخدم المصالحة ولا يزيد في تباين المواقف والاستفزاز فهذا العمل هو إنجاز جماعي يجمع بين فاغنا وكلينغا وبالكنهول هناك إقبال كبير من قبل سكان ليبسيك على هذا النصب لا يجوز اعتبار هذا النصب تأليهاً لشخص فاغنا بل النظر إليه كوسيلة للتأمل في شخصية معقدة تستعق ذلك هذا الظل الخلفي فكرة رائعة في حد ذاتها هنا في ورشته في كالسغوة أضاف شتيفان باكنهول النمسات الأخيرة على التمثال البرونزي وهي مهمة صعبة لأن غيشاة فاغنا ينظر إليه كموسيقار عبقري ويحتقر من جهة أخرى بسبب كتابته المعادية للسامية تعمت استبعاد هذه الصفة عنه قدر الإمكان فالأمر يتعلق هنا بالفنان والموسيقار وليس بمسألة معاداته للسامية أنا لا أريد أن أقلل من شأن تلك القضية لكن لا يجوز حد حياته وإنجازاته العبقرية في هذه الزاوية فهذا التسييس ساهم كثيرا في التعتيم على أعمال هذا الفنان أعطى النحات شتيفان باكنهول لتمثال الموسيقار شكل الشاب البسيط أي قبل المجد والشهرة فهكذا كان فاغنا عندما غادر مصقط رأسه لايبسيك عام 1834 الضل خلف التمثال مطابق للتصميم الأصلي الذي وضعه ماكس كلينغ وهذا هو الشكل الذي أراد الوصول إليه فالتمثال الحالي يشبه إلى حد كبير ما أراد كلينغ إنجازه الحجم أيضا هو نفس الذي اعتمده ماكس كلينغ إذن كان من المفترض أن تكون النتيجة تمثالا عائلا باكنهول مشهور بتمثيله الملونة والمصنوعة من الخشب وكذلك بالتمثيل البرونزية الملونة فعامل التلوين يطفي على تمثيله طبع الحياة اليومية كما أن الإنسان حاضر دائما في أعمالها فيما يتعلق بهذا النصب فقد أمضم باكنهول وقتا طويلا في تعديل لمساتها المهمة أصعب من صنع تمثال من الخشب لأن التمثال الذي أصنعه من الطين فلابد من نقله بعدها إلى المسبك حيث تعالجه أيدي غريبة ثم يعود بين يدي من جديد كي أطفي عليه الطابع الخاص ونفس الخطوات تتكرر عندما يحين وقت طلي التمثال نصب غشاة فاكنا التفكاري يحمل تعبيرا خاصا ويعتبر نقيضا لسائر أعمال النحات تمثيل واقعية ومجهولة الهوية ويمكن أن تمثل واحدا منها منذ ثلاثين عاما والفنان اشتفان باكنهول يبدع الأشكال منها الصغير ومنها الكبير بشكل ملفت مثل السلسلة بالانس اكت التي أنجزها عام 2009 في برلين يعمل باكنهول منذ عام 1992 أستاذا للنحط في أكاديمية الفنون في كارلسغو وينتج في العام نحو مئة تمثال يصنع معظمها من خشب شجرة واوال إفريقية ثم يطليها بشكل مطابق لروح العصر عادة تبدو أعماله غير مكتملة وتحمل لمسات التحسين النهائي ما يفسح المجال لخيال المتفرج إنجاز النصب التفكاري لغشاة فاكنا يعتبر لحظة تاريخية بالنسبة لشتيفان باكنهول ولايبسيك أيضا اشتركوا في القناة